اهلا وسهلا بكم معاكم كريم رمضان في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نقدر نشيل سكرينة مكسورة من غير ما نخربش الشاشة طبعا لو انت خايف ان انت تروح محل واللي شغال هناك مثلا بيشيل وخلاص فممكن يعملك مشكلة في الشاشة بتاعتك انها تتخربش طبعا ده مش هيبقى لان انت بالطبيعة الحال لما تروح للمحل هتركب سكرينة جديدة فمش هتشوف الخرباشة قوي لو حصلت خرباشة على الشاشة اول حاجة هنعملها ان احنا هنشيل الموبايل من الجريب بتاعه علشان مفيش اي حاجة تعوك الليلة دي طبعا لو انت خايف على ايدك او حاجة يفضل ان انت تلبس جوانتي او حاجة تحميك لكن لو هتعرف تتعامل كويس اتس اوكي بس لو انت مش هتعرف روح لحد متخصص لان انا غير مسؤول عن اي ضرر ممكن يلحق بيك او بجهازك انا مجرد بحاول اساعدك اول حاجة هنعملها انا نجيب كرت صغير كده كرت عادي يعني اهم شيء هنبدأ بالاجزاء اللي هي مفيهاش كسر يعني الكسر من هنا والكسر من هنا ما ابدأش انا من تحت هنبدأ من فوق نحاول نحط الكرت ما بين الشاشة والسكرينة هنلاقي ان هي طلعت معانا سينا كرت شكله نعفن طلع فيه كسر كمان هنا اهو ما كنتش عالم بيه بصراحة مهم هنمشي بالراحة خالص بحيس ان احنا ما نجرحش الشاشة بتاعتنا كده شلنا الجزء الاولين لو شلت الجزء ده على طول هتلاقي ان ممكن تخرب الشاشة هنا من النص طبعا غزبا عناك فالافضل ان انت هتسيب دي زي ما هي ونرجع نشيل بقى من الاجزاء التانية زي ما قلنا اهم شيء الهدوء يعني مش شطرة منك ان انت تجري كده وتبوز الدنيا لازم يبقى عندك هدوء الاول احنا خلاص دي كده خلاص تشالت اعتبر تشالت فاحنا في الجزء التاني بقى ايه الهدوء بكل بساطة انت بتشيل بالراحة خالص مجرد ما توصل هنا ما تضغطش بقى على الشاشة علشان ما تخربش حاجة في الشاشة كده خلاص احنا شلنا الشاشة شلنا السكرينة مش عايزين ده بقى في حاجة نشوف بقى منظر السكرينة بعد ما تشالت اهم شي ان انت طلعتها حتة واحدة الحتة الواحدة دي بقى سهل ان انت تتعامل معها طبعا في هنا بواقي بقى بلاستيك او زاز على حسب بقى النوع اللي انت حطته الافضل بقى ان انت لما اخزة تنفخ فيها ممكن بحطة قماشة بسيطة هتشيل بقى دي بالراحة خالص ما تحطش ما يعني ما تضغطش الاول اول حاجة هتشيل بالراحة خالص تلاقي بواقي الازاز بقى هنا انتشرت جنب التليفون اهو مش عارف هي واضحة قدامكم في الكاميرا ولا لا وزي ما قلت لو مش هتقدر تنفذ بالزبط يبقى الافضل انت ما تنفذس خالص عشان تتاكد ان مفيش بقى ازاز يعني كل ده كان على الشاشة مش عارف جايب عندكم ولا لا انا حاول اجابها كل ده كان على الشاشة دي بقى الازاز اللي كانت على الشاشة نفسها طبعا الحمد لله الشاشة نفسها ما تخربشتش الحمد لله ما فيش اي خربش فيها في نهاية الفيديو بقى لو عجبك الفيديو ده واستفدت منه ياريت تدوس لايك وشير وياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد اول بقول اترككم في رعاية الله وعنا سلام علي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة